بطريقة بقسة النادي الاسماعيلي بيضمن البقاء في الدوري المصري هذا الموسم طبعا انا من زمان كنا قلين وانا يعني ما انفردتش بالموضوع ده كلنا كنا عارفين ان الهبوط شبه محسوم بعد هبوط الداخلية ان المقولين والبلدية هم الاقرب للهبوط للدرجة التانية وده اللي حصل الموضوع كان مسألة وقت فقط لغير من فيديوهات قديمة جدا قلتلكوا ان الثلاث اللي تحت ده محدش فيهم اصلا هيوصل ليه التلاتين نقطة وده اللي حصل بالفعل اللي اسماعيلي النهاردة عمل تعادل سيء كالعادة مع المقولين العرب واحد واحد محمد سالم تقدم للمقولين عبد الرحمن مجدي تعادل ليه النادي الاسماعيلي من ضرب الجزاء وبلدية المحلة خسر قدام الجونة في المباراة دراماتيكية اه ارنو رندي 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 مش عارف ايه ده جاب جونين وكان بلدية المحلة سجل هدف واحد فقط لغير علشان يتأكد وبوط بلدية المحلة برضو فاركو تعادل مع فريق البنك الاهلي وبقى فاركو في بطولة الدور المصري وهبط للأسف الشديد بلدية المحلة النادي الجماهيري علشان يلحق بالمقولين اللي كان برضو مسألة هبوطه مسألة اعلام فقط لغير لانه هو كان عايز حاجة ما بعد المعجزة خلونا نتكلم النهاردة عن النادي الاسماعيلي فيه نقاط محددة سريعة جدا 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 رغم التعادل النهاردة السيء زي ما انا قلت في البداية ورغم بقاء النادي الاسماعيلي في بطولة الدور الممتاز بمعجزة وبشكل بائس جدا لا يليل بتاريخ واقيمة النادي الاسماعيلي بس النهاردة اللعيبة كانت الروح عندهم احسن شوية من المتشاط اللي فاتت ليه? علشان الجماهير النهاردة كانت متواجدة في استاذ الاسماعيلي بشكل اكبر من المباراة اللي فات زي ما قلتلكم لعبة النادي الاسماعيلي ما بتتسبش يا جماعة ما ينفعش تقول لأ دولا رجالة وهيقدوا داخل ارض الملعب مش لازم نروح لا لو ما روحتش مش هيلعبه الجماهير النهاردة كانت متواجدة بشكل اكبر وشجعت الفريق وحمسته ولما داخل فيهم جوم هجمت لعبة النادي الاسماعيلي تعودت على كده ما تعرفش تلعب غير كده لازم تلاقي ضغط في المدرجات وهجوم علشان يطلعوا اقصى ما عندهم الجماهير عامل ايجابي جدا وضح تأثيره على اداء النادي الاسماعيلي طوال الموسم ده الاسماعيلي في الدور التاني مستوى نهار تماما وعلشان نكون بنتكلم بامانة لو هنبص على الدور التاني فقط لغير استحق الهبوط للأسف الشديد أنا أسف ان انا بقول كده لكن قدر الله مش هقف عالي الحمد لله في النهاية بقى الفريق بشكل يحزن جماهير النادي الاسماعيلي لكن هنا لازم نتكلم عن نقطة برضو في غاية الاهمية والنهاردة كابتن ايهاب جلال استبعد محمد فوزي محمد هاشم محمد الدسوقي ومحمد مخلوف ليه؟ لان اللي حصل اللي انا كنت بحذر منه من شهور طويلة تم خلاص اللعبة وقعت ليه أندية تانية محمد الدسوقي راحها على حسب طبعا الشائعات محمد فوزي وقع ليه بتروجيت والثنائي محمد هاشم ومحمد مخلوف وقعوا ليه المصري إيربور سعيدي أزمة كبيرة جدا كبيرة جدا فوق ما تتخيلوا لان النادي الاسماعيلي القيد بتاعه موقوف والنادي الاسماعيلي هيفقد زي ما هو واضح للناس كلها في بداية الموسم الجديد عبد الرحمن مجدي المتنفس الهجومي الوحيد في أداء النادي الاسماعيلي مهما الناس ما كانش عاجبها أداء عبد الرحمن مجدي لكن الوحيد اللي بيقدر يوصل ليه مرمى الخصوم الوحيد اللي بيقدر يسجل أهداف ويفقد أيضا عمر السعي اللعب التاني اللي يدوب فيه الرمأ في خط نص النادي الاسماعيلي وانت القيد بتاعك علشان تقدر تفتحه في الموسم الجديد محتاج ملايين الجنيهات أنا مش ببالغ يعني احنا متعودين ان احنا نقول انت محتاج ملايين وتكون مثلا محتاج ربعمية ألف لا انت حرفيا محتاج ملايين يمكن عشرات الملايين علشان تقدر تفتح القيد ولسه فيك قضايا شغالة ومفيش أي تحرك من مجلس الإدارة ومن الهيئات القضائية أو الحكومية أو المشرفة ان هي تشوف المجالس السابقة تساهم في الكوارث اللي هي عملتها يبقى انت هتلبس المبلغ ده كله يبقى هتجيب من الفلوس دي كلها علشان تفتح تاني القيد وتجيب لعيبة مكان الاربع اللي مشيوا دولا ومكان الاتنين اللي هبعهم ومكان الفراغات اللي عندك أصلا داخل أرض الملعب انت ملصم الفريق ملصم بالعيبة معتزلة لعيبة فوق السن لعيبة مش قادرة تلعب لعيبة لا طاليق انها تلعب للنادي الإسماعيليا كان غصبا عنك يعني انا بلوم عليك كابتن إيهاب جلال في الدور التاني ان الاداء هبط بشكل باشع لكن برضو لما باجي بفكر في جانب آخر علشان برضو أبقى موضوعي ويبقى فيه أمانة في الطرح الراجل معزوه ما عندوش لعيبة النهاردة البودلاء اللي بتنزل مستوهم أبقى من داخل أرض الملعب احنا كلنا عارفين وكل المتابعين النادي الإسماعيلي متأكدين ان تلت تربع اللعيبة اللي موجودة في السكواب بتاع الإسماعيلي لا يليقوا ان هم يبقوا موجودين في السكواب بتاع الإسماعيلي فهتعمل ايه الموسم القادم؟ انا دايما بتكلم وبقول ان انا مش خايف على الإسماعيلي الموسم ده لان في البداية لغاية يعني ربع الدور الثاني الفريق كان بيقدي كويس وكان بيخسر فيه أوقات كتيرة لسوق التوفيق لكن السنة الجاية لموقف هيبقى أصعب والله أعلم أصلا كابتن إيهاب جلال هيكمل ولا لأ في الظروف الدنيا كلها فيها داخل النادي الإسماعيلي حاجة مهمة كمان لازم أقولها قبل ما نهي كلامي على النادي الإسماعيلي السنة دي اللي باع يوقع نور النتائج بتاعة النادي الإسماعيلي لان فيه مطشات كتيرة جدا النادي الإسماعيلي كان بيوصل فيها بشكل كويس لمرمى المنافسين لكن بدون تسجيل أهداف النهاردة النادي الإسماعيلي ضايع خمسين فرصة سيحة حارس المقولين ده لو كان بيلعب من بداية الدوري ما كانش المقولين نزل خالد النبليسي حط كرة برصه في العرضة حارس المرمى زي ما بيقولوكو تصدى للعديد من الكرات السهلة اللي لو كان يوقع نور مهاجم بيعرف يخلص الكرات داخل مطقة الجزاء متواجد كان جابها أهداف وهنا المقولة بتاعت ان اللعب ما بيفرقش اللعب بيفرق يا جماعة ودينا شايفين أداء النادي الإسماعيلي بعد رحيل يوقع نور ما بيعرفش أصلا يجيب جوان هارد لك لبلدية المحلة فريق جماهير محبب إليا جدا كان نفسي السنة الجاية بتواجد غزل المحلة يبقى فيه درب الغزل البلدية كان دربي تاريخي فيه الدوري المصري لكن قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله يرجعوا فيه الموسم بعد القادم الله أعلم أصلا الموسم ده هيخلص إمتى هارد لك لما قولين فرق عريقة جدا طبعا مهما كانت فرقة شركات لكنها يعني بقى حوالي خمسين سنة أو حاجة وتاريخ كبير أفريقي ومصري هارد لك إن شاء الله يعودوا أفضل للدوري المصري الانتقالات بتاعت العيبة المصرية في الأهل والزمالك شغالها الله ينور في الساعات الماضية الحديث كله دلوقتي عن محمد عبد المنعم لعب النادي الأهلي ونيس الفرنسي آخر حاجة وصلنا لها إن نيس عارض أربعة مليون دولار زائد خمستاشر في المية من نسبة إعادة بيع محمد عبد المنعم زائد مليون دولار حوافز آخر حاجة برضو حسب الكلام شبه المؤكد إن النادي الأهلي موافق لكن المشكلة دلوقتي إن النادي نيس عايز يقصط المبلغ في حين النادي الأهلي معندوش موضوع التقصيد ده أنا قصط ليه لو هقصط خلي اللعب عندي أفضل الأهلي عايز المبلغ كله واعتقد إن هو يبقى إضافة إن شاء الله المنتخب مصر لما يطلع لفرنسا إن شاء الله الصفقة التم على خير بالتوفيق لنجم دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد عبد المنعم في تجربته في أوروبا في فرنسا دور عريق أحمد مصطفى زيزو نادي نيوم السعودي الكلام اللي بيتردد برضو إن النادي نيوم عارض خمسة مليون دولار مبلغ كبير جدا إنه يضم نجم منتخب مصر والنادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو مجلس نادي الزمالك متردد يقال إن رئيس النادي كابتن حسين لبيب مش عايز يطلع زيزو بأقل من تمانية مليون دولار الكلام شبه الرسمي برضو يعني احنا عارفين بيحصل زي تسريبات من الإعلام علشان كل واحد يضغط على التاني لكن التسريبات بتقول إن النادي نيوم هينسحب من الصدقة لأن المبلغ اللي طالبه النادي الزمالك مبلغ كبير طبعا أنا بالنسبة لموضوع طلوع زيزو للدور السعودي مش هبقى متحمس لي زي طلوع محمد عبد المنعم للدولة في فرنسي مهما حصل المقارنة بين الدورة الفرنسي في أوروبا والمشاركة في دورة أبطار أوروبا أقول فرصة إنك تشارك فيها غير طبعا المشاركة في أي دورة عربي مهما كان قوي الدورة السعودي قوي جدا على فكرة لكن يوم أصلا ما بلعبش في الدورة الممتاز كمان فأعتقد معرفش الأفضل إن زيزو يطلع ولا إنه يظل في نادي الزمالك في الفترة المقبلة بإذن الله يكون فيه انتقالات كويسة للعبتنا المصرية طبعا طبيعي جدا إن القيد قرب يقفل في العالم كله وإحنا لسه الموسم بتاعنا مخلصش القيد على فكرة هيقفل آخر تمانية يا جماعة اللي بيحصل عندنا ده تهريج والله العظيم ما بيحصلش في العالم كله أنا معرفش لو فيفا خاد خبر باللي بيحصل في مصر ده ممكن يرغي الكرة القدم في مصر لإنها هتأثر على اللعبة في العالم كله بتعمل دعاية سلبية للعالم كله هيقولك دي جامعات بتحاول إن هي بوز الشعبية بتاع الكرة القدم لصالح ألعاب تانية في مؤامرة من ألعاب تانية ضده كرة القدم بتعملها كرة القدم المصرية مش ممكن مش ممكن الموسم مش عارفين يخلص إمتى ولسه عندنا بطول الكاس الله أعلم هتخلص إمتى الله أعلم القيدة هيفتح إمتى الله أعلم القيدة هيفتح قبل الكاس والأنديية هتعرف تقايد اللعبة الجديدة ولا مشاكل كبيرة جدا 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 الحاجة عمل حسين متقلق في مكانه زي ما هو ندعو الله إن يبقى فيه ثورة في إدارة كرة القدم المصرية في الفترة الجاية لإن اللي بيحصل ده تهريج وحيدمر هيدمر كرة القدم مش في مصر بس ويمكن في العالم كله لو أول مرة تشوفني مش هاوصيك اشترك في القناة فعلا الجرس قائم اللايك للفيديو وبنتابع كل أخبار وأحداث الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كثفوا الدعاء لأهلينا في فلسطين بالنصر يا رب أشوفكم على خير شكرا لديكم السلام عليكم